هل يعني هذه المشاهد المرسلة لنا طبعاً بشكل يومي هتأثر على فهم الناس للقضيات الفلسطينية؟ يعني من كان لا يفهمها بشكل مكتمل؟ لو أنت مش واخد بالك كمواطن عادي أن ده حاجة قاعدة بقالها حاجة وسبعين سنة بتحصل يومياً إيه اللي حيترتب على ده؟ أنت عندك؟ من غير ما نبتدي نصرخ ونقول لا لازم نحارب إحنا كمان ومش يعني أن نخش في المرستان ده لازم يتلاقى حل لازم يتلاقى حل ده على صعيد السياسي ومتها يقلق الحل ده كمان بقى مطلب جماهيري عندي وعند كل الناس الناس النهاردة يعني حاجة مدهشة الناس المواطن العادي اللي بيمارس المقاطعة دي حاجة كبيرة جداً دي حاجة مهولة يعني عايزة أضيف لحضرتك أنه حتى الأطفال أيوة الأطفال يعني مدركين لهذا يعني بيمتنعوا عن شراء ده مش نقلة كيفية في الواحد إن أكبر شركة من شركات الأمن على فكرة الأمن الرقمي إنها هتقطع إسرائيل وتعمل يعني تصفي الشركات بتاعتها الأفرع بتاعتها اللي في إسرائيل في حاجة مهولة بتحصل ده أنا وتقوليلي إن ده حيأثر على طبعاً أثر علينا وطبعاً واضح وطبعاً ابتدى الناس تدرك إن في جزء كبير جداً من المعاناة بتاعتك جاية من إنك إنتي قادة بتستغلي في إطار استهلاكي بحث من حاجات من مصالح مش بتاعتك يعني أنا عارف إن الشركات الكبيرة دي اللي بيدرها مصريين والحاجات دي كلها وغنين تصريح ولا أي حاجة زي كده بس اللي يقدر يعمل ده يقدر يعمل حاجة تانية ويقدر يقول لهم حشيل اسمك من علن حشيل اسمك من علن وإذا كان فيه مثلاً عامليين أو عمال بيعملوا في هذه الأماكن ممكن يجد لهم فرصة في مكان آخر مع منتج آخر يعني لا ويجد مكان معاك لأنك إنت هتغير البراند بتاعك مفروض تعمل ده مفروض تفكر إزاي تعمل ده سهل أنا يعني هقلل زيادة شوية كافيين ولا شوية سكر زيادة ولا معرفش إيه وبتاعه هعمل منتج ما اسموش كذا فهمها يعني إنما الناس تكمل تشتغل والناس هتكمل تاخد المنتج بتاعك يعني بمناسبة أيضاً يعني المستقبل وما يحدث معنا الآن تفتكر الناس بطالة تحب السينما في دور العرض السينمائي وبدأت تتجه إلى المنصات السينمائية كما يقال أحياناً ده أكيد والسابق أحد الأسباب الكبيرة بتاعتها كانت الكورونا إن الناس تعودت على إنها تقعد في البيت والسينما غالية يعني السينما خروجة أصبحت غالية جداً يعني مكلفة يعني في كل حتة في العالم وعندنا بشكل خاص مش في متناول يد حتى الطبقة الوسطى العديد مهم اللي يقبى فيه سينما مهم يقبى فيه مصرح مهم يقبى فيه سماء طب سؤالي سؤالي لحضرتك لماذا مهم أن يكون لدينا مصرح لماذا مهم أن يكون لدينا سينما وإنتاج سينما هبديكي مسأل بسيط جدا هبديكي مسأل بسيط جدا مش كل العائلات المصرية بتعاني من إنهم بقعدين في اجتماع عائلي ومفروض رايحين نزور ماما ولا رايحين نزور تيتا ولا مش عارف وكلو ماسك الموبايل بتاعه وقعادي بص على الموبايل بتاع الوحلو المتعة اللي بتشاركي فيها ناس كتيرة حتى ما تعرفيهمش بس قعدين كلنا موجودين مع بعض دي بتخلق صلاة بين الناس بتخلق ترابط يعني أنا لما أطلع من فيلم وقعد جنبي حد مبسوط زي من سي في طبيعة حكلمه حنتناقش في الفيلم